أهلا مسائل خير أهلا مسائل نور مسائل خير يا شيخ مسائل فول يا فندي أنا عندي بس سؤالين كنت عايزين بس بعد إذنكم محددت شائطة عن التليفون قولي قولي أول سؤال أنا ليا جارة جنبنا في العمارة عملا تطلع أكل للقطط وتعمل وفلما قطط الشارع كلها في البسطة بتاعت الشقة ماشي فإحنا بنخاف من القطط القطط بتنط علينا وبتترمي علينا واندي مفتح مثلا ببشاء لها بتجري وبتعمل فإحنا كذا مرة نكلمها بالود وما ينفعش ومش ما ينفعش وبتخربش مثلا ولاد إخواتي لما بيجوا وكده بيطلعنا إن إحنا كفر يعني مطلعنا إن إحنا يعني ما بنحبش نعمل أي حاجة ومش عارف إيه وبدل ما تطلعوا أنتوا أكل تروحوا أنتوا شاينين الأكل طب حضرتك يا فندي حضرتك الشقة الوحيدة اللي بتشتيكي ولا كل العمارة هم بيخافوا منها إن أنا حتى مكلمة صحابي البيت يقولنا مناش دعوة هي الصمحة طويلة ومناش دعوة طمام فأنا مش عارف عامل معها إيه وهل إحنا لما مثلا بنشيل للإطباق الأكل ونشيل الحاجة هل بقى إحنا علينا ويزرف حاجة السؤال التاني بقى بتشيلوا إطباق الأكل تبعدوهم عن العمارة صح؟ ما إحنا بنقعد نقول لها طب بيونش عايزة ربي قطة ده حاتي قطة تقول لها ما بيحبش القطة طب بنزلي مثلا على الشارع على جنب فيه ناس بتعمل كده الصبح وكل من مسلا الساعة سبعة ثمانية بتعمل لهم أكتر لما انت عايزة تعملي ثواب تقول لك لا فهي دراسي أزيانة مش هذا دي أول سؤال تاني سؤال أنا ليا مراد أخ ومش كويسة خالص مش كويسة خالص وبعد وفاة والدي أنا بقى لي والدي في الأنوص متكلمة علينا وبتقعد تسجل لنا ومسلا إحنا في قاعدة مو مصلا بتشتكي من حد من إخوتي تروح حياة تبقى قاعدة وتلاقيها مسلا مسجل لنا أو بتخلي العيال تسجل لنا وإحنا قاعدين ومسك علينا حاجات وعملة ومسوية فدلوقتي إحنا مقطعينها وإحنا ما بنكلمهاش وهي بمعنى أصح مقطعانة ومش ما خلينا نعرف العيال أخوكي موجود أخوكي موجود أخويا موجود بس أخويا شخصية ضعيفة جدا هي أقوى منه طب أنت مقطعها يعني ما بتكلميهاش بس بتكلمي أخوكي بينكلم أخونا وكويس معانا بس ميس زي الأول لما مثلا بيشوف إخواتي موجودين معيالهم بيه بدايق كذا مرة نتحايل عليه إن هو يجيب العيال ما بيجيبهرمش يعني إحنا كذا مرة كده والحوار ده من ساعة ما تجوز بي أنت حضرتك متجوزة ولا أعدة في بيت لا أنا أعدة في معمانتي تمام يا أخونا بحاضر فاتلوقتي يعني أنا ابن أخويها هيعمل عمليات اللوز وإحنا بدا بنكلمهاش ولا بنكلم أهلها ولا 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 بنكلم هي ومهو قاعد في بيت أبونا هم حاضر فأنت مش عايزة تروحي لعمل عايزة تروحي تزولي يعني ولا إيه ولا بتسألي طيب خلاص هي الموضوع وصل طيب فكرة بس الأطط عشان بس إيه محدش ضد الرحمة بالحيوان أيوة إنما في ناس عندها فوبيا من الأطط غلابة ده عندهم مرض عندهم هم غلابة يعني فيه مرضى بيترعبوا كأنهما شايفين أسد قدامهم ومعرفهم شخصيا أطط كمان إلا مش مطعامة أو مش محمية بطريقة طبية معينة ففكرة إن أنا مثلا واحدة ما بخافش من الأططة لو مشت إنما لو الأططة نطط عليها هترعب أه يعني أنا واحدة مقدرش مقدرش قطة نطط عليها أو تجري بين رجلي بخاف أو الأطفال فالفكرة بس إن إحنا الرحمة بالأطط مش معناها إن إنا وطبعا الرأي إن أنا أأذي برضو الجيران يا فضلت الشيح ده كلام صح فهي تتعامل إزاي من غير ما تأذي برضو الأططة لا ضرر ولا ضرر والقاعدة الأصولية الفقهية بتقول ضرق المفاسد مقدم على جلب المصالح أو المنافع يعني أعمل يا فندم يعني أجيب بديل البديل إيه هحط الأكل للأطط في الشارع قدام العمارة تحت ما حطهاش على السلم لإنها أعزاكم الله تترك رائحة غير طيبة لا القطط رائحة كويسة بس مشكلة لا القطط الشارع النظيفة وبتنظف نفسها ومشروع هي الفكرة بس في كترهم في المدخل في الروع بقى كترهم في المدخل ده الناس اللي بتخاف وهي خارجة ودخلة بتتبهدل هي يا فندم هي بتعمل خير بس الخير ده بمنكر فانا اعمل خير بس بدون مأزي حد مأزي حد بص يا فندم حريتك تنتهي عند حرية الاخرين انت بتعمل خير بس ما تخلوش ما تعملش سيئة بقى ما تضرينيش انا بس هو ده هي بس ده مش قسوة ولا حاجة تاني وتالت ورابع بالراحة مع الست معلش يعني ولو ست تسمعنا او اي واحدة زياء تسمعنا على راسنا بس فيه ناس بجد بتخاف ننقل بس القطط في حتة بعيدة شوية احنا كان اختي برضو عندها فوبيا شديدة من القطط فاحنا عندنا قدام كل بيت في البسكت بتاع الزبالة فالقطط بتحب توقف في البسكت ده كل اللي عملنا ننا نقلناه بعيدة عن الباب خلصنا الموضوع انتهى نقلناه بعيدة عن الباب الاكل ما بنحطش الاكل في المدخل خلص هم اتعودوا وزي ما بيتعودوا بيعمله بنحطه بعيد خلص الموضوع خلص هو ما يبقاش به غيه ان انا التانية دي تفضل مرعوبة بص يا فندم هو الموضوع ما يبقاش فيه بس عند جرام خالص ما نعنيتش مع بعض با كده مش حسنات ولا نتكلم بس ولا اقول انها ان فلان اللي بتخاف القطط دي ما عندهاش رحمة لا هي عندها رحمة بس هي كمان يعني خارج ارادتها الموضوع بص يا فندم لو بتاكل القطط لله تحافظ على الناس ذول برضو لله وتاكلهم تحت انما لو بتاكلهم عناد يبقى دي ما لها السواب ولو هي عايزة تنزل القطط برضو عناد يبقى دا تعمد هي لله طيب وهيك قلت كلمة لخصة حريتك تمتهي عند حرية الاخرين طالما الناس خايفين ومأزيين ننقلهم بس حاجة بسيطة كم متر كم متر مش هيتقزوا والله طيب مرات الاخ اللي بتسجل أو بتعمل أو بتعمل فيه شوية ازية بينها وبين ومسك عنهم حاجاته بتاعه بص يا فندم هقولها ودي كانت مفاجأة النهاردة فيه ناس البعدة عنهم غنيمة دايما بقول وأحيانا ناس بيقوا يشتكون يا فندم فبقول لهم لا اهي بد عن يقول لي يعني هجروا او لا يهجروا أحيانا الهجر يا فندم بيبقى سنة بتتكلم جد اه دا ربنا قال للنبي خاصم النبي ها والله قال له النبي يعني ايه نفسه هما يسلمه ونفسه يوحده الله ونفسه يتبعه الاسلام فربنا جل جلاله قال للنبي وهجرهم بس بشرط هجرا جميلا يعني بتخاصم دا خاصمك وخاصم أهلك طالما انت بتئزيني طالما انت بتضريني بس هجرا جميلا هجرا جميلا يعني يعني احنا لا تقرصيني ولا عايز عسلك بس كده يعني ايه قضيها امثال يحمد الصباخ دعوة فاروق الله يسهل له كذا كذا الله يصلح حاله وانا ممكن اكون طهقان بس الله يباركي هي تكلم اخوها وتسأل على اخوه هو دا رحمها وتود اخوه دا الرحم بتاعها والمشكلة زي ما دايما بقول رمانة الميزان هو الأخ والزوج فانت بالله عليك شي لي ايدك عن مرات اخوكي انا انا ما سمعناش الطرف التاني شي لي ايدك عن مرات اخوكي وليك اعلاقة باخوكي وولاد اخوكي مرات اخوكي سيبها في حال سبيلها الله يسهل له بيتها وفي حالها اشتركوا في القناة